مجتمع المدني على امتداد العشرية الأخيرة كان في الموعد خلال الموعد الانتخابية كان في الموعد ويستحق ألف تحي على خاطر كان في قلب العملية المواطنية وفي قلب العملية الديمقراطية يراقب يقدم التقارير متاعه وقت اللي في وقت من الأوقات كنا اللوموا على الجزي أنه تقاريرها ما يتمش نشرها وما تخرج في وقتها المجتمع المدني كان في الموعد مرصد مراقبون عتيد وغيره كانوا في الموعد وعطاونا على الأقل فكرة ولا خارطة علي موجودة أمين الحلواني عضو مؤسس لشبكة مراقبون مرحبا بك شوكرا لك عقبتها مرحبا بك اليوم استفتاء في 25 جوليا كيفاش تنظرونه دجا كمنظمات مجتمع مدني ولا كمراقبون كموعد انتخاب كان موعد انتخابي هذا يسعق بالكل شي هتنقول ما كانش مبرمج ولذا اليوم هو موجود ويستدعى نفسه على الساحة بمبادرة رئاسية على خلفية الفصل الثمانين وبخلفية الـ 117 وإنهاء الوضع الاستثنائي تخزرونه كيفاش كموعد انتخابي حاضرين مش حاضرين موعده هو موعد أبوغتان يعني هتنقول القواعد الدنيا هالمحترمة بالنسبة لكم في السلوكيات الفضلة ممارسات الفضلة ايه ليه كيفاش تغزرونه مش نكون واضح فضل بالنسبة لدات هذا ما هو كل شيء استثنائي في الفترة هذه في تونس صحيح معناها هوني مش نحكيه على أني تتفت معناها ثم أمور أسقطت بقرار سياسي محناش مش ندخل وحنا كجمعية من المجتمع المدني في العليش وكيفاش محناش كونش كانت أثر على المصار الانتخاب مش نعطي وراينا ايه معناها ثم دي دي سيزيون بوليتيك كي هوا يتفت معناها واحنا طيب مش نقول شنو مالامباكت تكنيك هده عليهم بالنسبة للواقع هده الأفضل معناها شنو معناها معناها الحواج اللي لازم تكون في في استفتاء وولا في مواعيد انتخابية ونعطي النظرة متاعنا في المراقبون احنا راو أني كونسركتيف شو معناها معناها ثم أني تتفيد ثم يون دي سيزيون بوليتيك حتى لشواددات نجمو نعلق عليها مثلا خمسة وعشرين جوليا صيف صيف صحانة صحانة لعبيت في كونجيات لزيستوديوان موجودين لبرة مو ماشي في بلاد معناها لادات أني المام ما هيش تخلي لطوة دو في أي مواعيد انتخابي كان مش تكون كبيرة لشوادو لادات عندو دعوة بطياتر بوليتيك ولا أسباب سياسية الدعوة معناها ذكر بموعد خمسة وعشرين جوليا سيح من ناحية هذه أعتبارية ولكن من ناحية الفعلية بالنسبة للانتخابات قل في الدول سخونة كما الدول تعتونس ناخذوا خمسة وعشرين جوليا في الدول بردة يخذوها خطر الدنيا سخونة وما ثم ماشي مطر وما ثم ماشي ريح معناها يشوف كل بلاد وارطالها معناها ما ثم ماشي حاجة فضة ديما ناخذو زيادة المواعيد الانتخابية للواقع الكونجيات ياخذو ماجهور فري ينهار لحد الكليماتيك لدوني كليماتيك رأوا سورتو فيما يخص الاستفتاءات خطر الاستفتاء رأوا أهم معطا في الاستفتاء ما هواش نعم ولا لا فقط رأوا وهنا نسبة المشاركة هي أهم معطا فيما يخص الاستفتاءات لا تزربش بنا على خطر على نسبة المشاركة نحكي فيها شوي آخر في علاقة بالقانون الانتخاب قانون الانتخاب بالحالي ما يقول حد شي يكون صامت أمام فكرة لطوب معناها نسبة المشاركة فيما يخص الاستفتاء لذا هتنا نرجع شوي خذ نشوف الشرعية والقانونية والمشروعية زوز حواج اللي هم ما ثم خلط كبير رأوا في الرأي العام بيناتهم لكن في كل الحالات إيجا نقعدوا في الإجرائي اليوم على فاصلة اليوم أنتم في الإجرائي يدخل على الخط فكرة المقاطعة من دونه يدخل على الخط فكرة أنه غدوة في الأيام فما قوة سياسية في البلاد قادرة أنها تقاطع هذا الموعد وفي نفس الوقت يمكن يسر الدفاع على النعم ولا في حمل انتخابي مش بشيكون واضح ولذلك اليوم هل هذا يمس من جوهر العملية الانتخابية وقتا للتنافس نفسه حول النعم ولا قد يكون غير مضمون هو المقاطعة هي حق لكل مواطن هذا هو كما نعم حق ولا حق معناه هو رأي مواطن كما مثلا في الانتخاب ثم انتخاب لمرشح ثم فوت بلو ثم أنك ما تمشيش نحكي الآن على الدعوة للمقاطعة من قوى سياسية لا لا حتى في الانتخابات نجم تكون ثم مقاطعة حتى في انتخابات تشريعية رأي معناها المقاطعة هو موقف سياسي وموقف سياسي مشروع ومكفول ولازم زاد لليزي وللدولة تكفر لمن يدعو للمقاطعة بأنه صوته يكون موجود كما يدعو نعم ولا يدعو لا حتى في الأعلام هذا معناها المواطن هو حق المواطن أنه يكون عنده موقف هذي موقف سياسي مشروع عليش خطرت أنت مثلا الحقيقة وهذي ثم برشة معناها عبادة مشاركة في السياسيين أو غيرهم يقول لك أنا ضد المسار من أصله هذا حق خطر ما تماش ثم مسار موجود ثم شكون معاه ثم شكون ضده وثم شكون يدعو إلى مقاطعة المسار من أصله هذا حق معناها أنا بالنسبة لي لأنه هذا بمسار لازم حتى المقاطعة عنده الحق مواطن التونسي أو حتى جماعية أو مثلا أحزاب سياسية اللي هما معنيين بالشأن الانتخابي عندهم الحق اللي يشوفوا أنه يدعو المقاطعة ومبعد هل المقاطعة مجدية أو لا إذن كل واحد حر في روح لكن اسمح للآن أن ينهزك التيران يمكن ما مشينا لوجه في موعد الانتخابية أخر اليوم وسط التهديدات بالمقاطعة من أحزاب سياسية ومن قوات سياسية هل ممكن تكون فمة شرعية لمخرجات الاستفتاء اللي انطلقت تشكيك فينا زهته من قبل ما يبدأ هذا اللي قلقني أنا مش الدعوة للمقاطعة فقط هو عليش الدعوة أنه جي قوات سياسية تقول ما بنية على باطل فهو باطل ولذا أنا اليوم مش نستدعاكم للمقاطعة فقط أنا نشكك من تuana في نتائج هذه الانتخابات هنا معناها التشكيك في نتائج الانتخابات عندها برشا معطيات وبرشا حواج اللي تتبنى حجرة حجرة معناها ثم حواج اللي تؤدي مش هي روا في الانتخابات ومثما ماش حاجة برك تشكك في النتائج ثم عدة معطيات اللي هي تؤدي إلى التشكيك في النتائج مش معطي فقط مثلا أنا أعطيك دو سيناريو. سيناريو صار الاستفتاء كي ما صار. كي ما ينجم يصير في الوين سانك جوي كي ما بريفو. صارت نسبة متاع معناها المشاركة ثمانين في المائة. وتسعين في المائة قالوا نعم. هذي سيناريو واحد. نعم سيناريو واحد. ثم عباد قالت لازمنا ما انتخابات هذية ولكن ما صارت نسبة متاع مشاركة بعشرة في المائة فقط. ومنهم اي سيدي حتى ستين في المائة قالوا نعم. المخرجات هي بيدها. ما ثم حتى فرق. ما ثم حتى فرق. ولكن في الواقع. ولكن في الواقع. وهنا وين يجب التركيز. في الواقع كي تعمل استفتاء وشارك فيه نسبة محترمة من العباد. وتكون النسبة قوية حتى حد ما يشكك في النتائج فيما بعد. وحتى حد نيرومترا انكستيان الدستور ولا القانون اللي وقع الاستفتاء عليه حتى بعد عشر سنين وخمس عشر سنة. يعمل له تحسين. نعطي كأكزمبل تو رئيس الدولة مثلا. عليش. إليه او فرص. أبار لفات اللي هو تو بوبيلير اللي هو وقع انتخابه بأكثر من سمعين في المئة. لو كان وقع انتخابه بخمسين فاصل واحد في المئة ولا خمسين زايد واحد في المئة. حال الابوك ومواندو لجيتيمتي مع انو رئيس دولة راح. متفامين في هذا. دوك لوتو دو بارتسيباسان. لوتو. ومش كي ما تربح تسعين في المئة في السفتاء. مش كي ما تربح بواحد وخمسين في المئة. معناه احنا الو بروبلم كي سبوز اليوم في تونس. في لوتو دو بارتسيباسان. يدسو كي يقولوا نعم ولا لا. معناه هذا المشروعية. معناه هذا. وهيك عليش رعبات كي 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 طالب اليوم بالمقاطعة. غدوة مبعد حتى لو كان الاستفتاء يقول نعم. ينجم غدوة. يقول اخويا هذا كان الاستفتاء. انا من اصلي ما نفق عليه. ناي. ويحاول الاستفتاء واحد يخرج. لكن في نفس الوقت امي الحلواني كانت تسمح رئيس الجمهورية وشوفنا هذا في الاستشارة. غدوة في الايام. استنادا للقانون الانتخابي الحالي. كان يمشيوا خمسمائة الف صوت. هما يمثلوا ما عشنا عنا. عشرة في المية. عشرة في المية. يا سيدي يمشيوا عشرة في المية صوت. قد الاستشارة. اوكي. العشرة في المية اللي هو رقم الحقيقة يضحك. معناها من الكوربوس. فيهم فيهم مثلا اشترهم صوتوا نعم. نكوردو. اي دونك عنا ميتين وخمسين الف زاد واحد صوتو نعم. ماذا تعمل دستور? اه. مش تعمل دستور اي لك رئيس الجمهورية يقولك دستوري. لجتيم. لجال. لجال. اي لجال. اي قولك انا قانوني. دستوري قانوني. قانوني. لجال. ولكن. اي. لجال. كي تعمل دستور موافق عليه متين وخمسين الف تونسي. تقول لك اليوم اخويا إليه ليجال ونش من يبدأ العمل به. نعرفه في الدنيا انه اللي في الحكم منه صنطاع اترنيل. اي صحيح? اي جي وقته وغيره. صحيح? اللي مش يجي بعده. اي قولك ما نخدم شو بدستور غير? يقول لك اخويا. اي. هو التمشي متاع خمسة وعشرين جويلة كله ما جاء بعده. ام ام. اصي كيف كيف نان ليجيتم. اي. دونك وقته ام رمي انه كيسون. كل شي. واي جي والروجوه الى 2014 كيم مغي سما باشا. ام مو كي كاتو بش ندخل عادة في حلقة موفرغة. لا بيرانت. اعمرنا بش خصول ربنا. اي شنو اللي اللي يحصل قوانين. اللي يحصل قوانين هو التو دو بارتيسپاشون كبير. اخوار كامين. وغودو في الايام كان مشوف الس binnenاري اللي قلت وانتي اي واني بشو تلع باتقاء السعيد. بنا شرعية طالع اذا كان هو هو بيدو بش اعتبر انو الدستور اللي خارج من 250 ألف مواطن غير شرعي يقول قال عليش انخرطت إذن سيد إخويا في مسار تعتبره غير شرعي منذ البداية شفتوا مش القاروي نفس اللي نحن فيه تواخي تما برشا برشا حبيت قولوا القيس عيد هو انتو خبابي دستور 2014 وقول شبكة ترمي عن كسين دستور متاع 2014 شوف نفس الشي هو في هذك عليش نأكد وهذا رأو احنا في شبكة مراقبون نذكر وقت عملنا قانون الانتخابي قلنا أنه يجب في الاستفتاء نعملو المنموم دستور توا مش موجود هو توا مش موجود ميريان ننبيش دولو فار راو إذن كان ثم إرادة سياسية دولو فار دونك اليوم سمعني يا مين حلواني احنا منا مرسوم لكل شيء يجب في هذي وقفته دونك اليوم قاعدة تقول ماذا يمنع رئيس الجمهورية من أنه ينقح القانون الانتخابي خاصة في الاستفتاء في الاستفتاء وهذا هو معناها في الاستفتاء معناها أنتو دو برسيباسون محترم ولأ أنتو هو الأكثر هنا مش ندخل شوية في الناحية التقنية المهم هو العبادة اللي تقول لك نعم هل تعتبر بالنسبة لعدد المسجنين الجملة هل تعتبر أنه ليزي مؤتمنة على ذلك كتوصية وإلى لا والله هي يزي تنجم عند حق الاقتراح ولكن نتصور أنه أمور سياسية أكثر منها التقنية معناها أن نحكي لا لا أمين حلوني هو نجم تقترح لا لا مش نجم تقترح شنو اللي تلام على اللي زي اللي قبله مش تلام عليها الصمت مش تلام عليها أنها هي أم فاكتر معناها سعي بريد مع كل احترامي لمن سعي بريد تتعدى قدامها الأمور وتسكت أيهاو اليوم عندك مشكلة أنت تنجم تضرب شرعية الانتخابات أي شنو تصر عليها كهو علش ما تجيش تعمل توصية وتقول خويا بدلي القانون الانتخابي خلي نمشيه أمام العالم برسم رفوع والروري هو الي احنا قادرين قادرين نمشيه بقانون شنو نيمنح هو تبديل القانون الانتخابي مش نكون ماضحين ثم تبديل قانون الانتخابي بالنسبة لانتخابات التشريعية مش تسبق وين ها هو لازم معناها ما هناش ياربين منه خاطر من انتخابات على القائمات اللي توا انتخابات على الأفراد في دورتين واللي الله أعلم اليوم كيفاش وعليش سمحني سعيمين هذا يقالوا الرئيس الجمهورية قالوا الرئيس الجمهورية بكلمه في الأثنان فما حد شهر ما صارش حوار ما بين القوى السياسية قالت نمشيه لأي مصار لو إذا كان مش نبدلوا القانون الانتخابي من هنا لأهنا يجبوا تبديل تنقيها القانون هذا جاي جاي هذا جاي جاي من بعد طوو نحكيوا في الاستفتاء الاستفتاء القانون الحالي ينجم تكنيكما معناها القانون الحالي ينجم يعملوا بها استفتاء ويعطي نتائج إذا كان معناه ما يعطيش المشروعية اللازمة يعطي الشرعية يعطي القانونية متاع النتائج الاستفتاء ولكن حسب رأيه احنا كمجتمع مدني تفضل وكجمعية ونقوله انه راه الدستور هي امور خطيرة منا ما هيش مش معقول انه كل خمسة سنين نعود دستور جديد ولا نعمل نظر جديد ماذا بنا شرعيته تكون قوية بشي والرؤية متاع الدستور متاع الفين واربعتاش أصعب برشة من الاستفتاء هي تتعذب اليوم اليوم سي امين في علاقة بالرزنامة وفي علاقة بالتواريخ احنا نهار سبعة عشر من المفروض وقتش يعطينا النص الدستور الجديد النص الدستور الجديد هو في المشكلة عنا هنا مشكلتين احنا بنجبدا على المشكلة متاع التسجيل اي باي يلا نبدأوا على التسجيل هتر سارة بوليميك كبيرة كيفاش عندك قايمة من الفين وتسعة عشر اللي هي نقص تراه خطر معناها ما تماش برشة حينوا ولا سجلوا وثم برشة معناها الشي قوله قائمة الوافعيات من ستعليف وتسعمائة تحنا ستعليف وتسعمائة تحنا ستعليف وتسعمائة السيجن يتحرك دونك فرسي ما يجمو تحيين المعطى انك عندك اكثر من خمسمائة الف مواطن تونسي وصل لعمر ثمنتاش من الفين وتسعة عشر لفين وتسعة عشر هل خمسمائة الف ما سجلوش ما سجلو تريبو قليلا قليلا ماذا نعطيهم بشي سجلو احنا تابعا جمع جمع سوكيه حسب ملاحظتنا احنا في الانتخابات اللي فاتب معناها عالاقل لازمك شهر ولا شهر ونص ولا شهرين مينموم مشي تعمل الابيل ومش تعمل الكمباني وجمع راي توصل تبدا لفين ست عشر هذي معناها معناها الحقيقة ممكن ما سيقوله توخيره متاع النوميناسيون ولا تبديل ليزي ولا التوخير عنا وقاعدين نضايعه في بارشا وقت حاطر الاستفتاء الدات متاعه وصلنا بارشا من اللي قالها الرئيس ومبعد البروسيدور والتصرف قاعدنا ديما في الاخر اسكو في الاخر هذيه تعملت بالعاني ولا مش بالعاني اسكو اسكو هذي مليجون اللي هوما معناها نورمالما قلب خمسة وعشرين جويل خمسة وعشرين جويل نورمالما اللي هذيه لازم يسجلوا وهم يعطيوا رايهم ابسولوما معناها هذه توانسة جديدة توانسة جديدة لا نعطيهم جمعة كيفاش بتتسجلهم وقتاش بتتسجلهم وقتاش تعمل حملة آلمية رو هذيه رو امور تتتتحذر وثم حاجة زادة مهم عليش حتى انا نحكي حتى على تنقيح القانون لما يخص الاستفتاء هو ثم في الرزنامة متاع القانون اللي يخص الاستفتاء هو بيده متاع الانتخابات التشريعية هو بيده متاع الرئاسية ثم الرزنامة عندك عليش تقول قايل جمعة برك عليش جمعة برك معناها تسجيل خاطر ثم بعد ما استجل عندك حق انك طعن طعن ينسي تسويت وهو هذا في السجل الانتخابي اما الطعن هذيه مجهول اكثر الانتخابات خاصة بالترشح معنا خاطر انك تكون مترشح كل شي ما تبدأ موجود في السجل لك الطعن موجود اكثر يتو نحكي لك دي دي ليه معناها الترشح مبعد القائمة انه هي نيائية متاع نيخي بيه اما بالنسبة الاستفتاء يبعد دوريزان كنا نجمو فما كان نعم ولا نبدلو نقحو شوية بمرسوم القانون اللي ما يخص الاستفتاء لانه نوسعو في التوقيت ليس يجعله اكثر مواطن نجم يسجل وانتي نقحت نقحت زيد عاتبة زيد عاتبة 50 زيد واحد مثلا 50 زيد واحد بعد ذيكا سيتندباء احنا لو بروبريم رو في تونس سيكوني دولانس انه يبعد دي با ابرف الاعال شوية في العالم انه يبعد دي با افكد دي با فو يا ولده صحيح اللي تعاصفت عليك شوية في الوقت لكن انا نعود ونتقابله الواضح انه احنا الان امام تحديات غريبة شوي عنا استفتاء في خمس عشر جولي عنا قانون يبدو ان مهوش انتوكا هتنقول ناجع نستنعو شوي جسد بور فينير الاستفتاء هو نعم او لا بالنسبة لسؤال واضح هذي ما نجد لنا ما نعرفوش وشنو الاستفتاء على شنوه لازم وقت معين بشي لعبات تحكي على الموضوع لازم نفرقوا ما بين الاستفتاء الموضوع متاعو ورئيس الدولة سيب على ما يمشو اسم مش تنتخب رئيس دولة مشي تنتخب مشروع مش تنتخب مشروع لازم تعرفوشنوه بلازم وقت اللي لازم نوع ذاك اللي نعاود ونتقابل ويظهر لي للاعلم لازم يلعب دورك برئيسة في الفترة القادمة ان يكون بلاتفورما ونفهم شوية الامور ما يساعد